وزارة ضمن الاجتماعي أبلغت النيابة العامة بشأن مخالفات صارخة في إحدى الدور الخاصة برعاية الأيتام وهي اسمها مؤسسة الأيدي الأمينة وزارة ضمن طلعت بيان وقالت بنتصدى بكل قوة حسم الأية مخالفات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبدرنا بإبلاغ النيابة العامة عن وقعة مؤسسة الأيدي الأمينة خليها بس أقول لحضراتكم أنه عندنا عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة اللي هما بيتبنوا أولاد يعني حوالي 12.850 طفل 12.000 طفل متبنة وبلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من الإصدافات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حوالي 10.800 طفل يسكنوا فيه 516 مؤسسة الرعاية القضية يا جماعة عشان بس بهدوء شديد دور الأيتام ودور الرعاية الخاصة والجمعيات الخيرية وإلى آخره طبعا المجتمع لازم يتكافل ويشيل ويسعر الدولة والمجتمع المدني يتحرك لكن أشد الأسى والأسف والحزن إنه الولاد اليتامة ولا في الملاجئ ولا في الشوارع الدنيا لطمتهم الدنيا أصلا بلطماهم هما تلطموا نتيجة أخطاء أهليهم أو نتيجة ظروف قاسية قصرية كمان ييجي الإيد اللي بتحنهن عليهم تضربهم كمان ييجي الكارثة من المفترض أنهم ما يحتضنوهم هيدي المصيبة يا جماعة لذلك الدولة جادة جدا في تصويب كل الأخطاء التاريخية والكلاسيكية المتعرف عليها وزيرة الضامن الاجتماعي كانت سباقة الحقيقة في هدأ الإطار وقالت بنقوم كده بشكل واضح بعملية تطهير شاملة معنى كلمة تطهير يعني فيه كوارث موجودة متوارسة بقى قديمة مسكوت عنها متنيلة الخلاصة إن التضامن الاجتماعي قالت نقوم الآن بعملية تطهير شاملة ونحيل المخالفات للنيابة العامة لمحاسبة مرتكبيها ونستكمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة نحو تعزيز الرعاية الأسرية والحد من مؤسسات الرعاية حتى القضاء عليها نهائيا وزارة الضامن قالت إنها تصدت وستتصدى بكل قوة وحز لأية مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقوم بأحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أيا كانت مناصبهم أو مواقعهم خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات الوزارة قالت كمان في بيانها إن هناك عاملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين شغلين بينطهاروا وينظفوا خاصة أنها تسعى لتقليل على تلك المؤسسات ونتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي الوزارة أكدت أن تتبنى نهج يسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مسيل وأوضحت الوزارة أن هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطهير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أس علمية سليمة حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات وفي الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مثل ما حدث فيه إيه بقى؟ قد بلكم معي والنبي مؤسسة ليلة القدر مؤسسة إيه؟ ليلة القدر ومؤسسة أم القرى مؤسسة إيه؟ أم القرى ومؤسسة الأيد الأمينة إيه؟ الأيد الأمينة أنتم مش ملاحظين معايا حاجة كده يعني ما تأخذونيش يعني أن الأسماء كده براقة قوي وكأن كده سطار يعني المؤسسات محجبة المؤسسات منتقبة مش عايز حد يشوفها ليلة القدر أم القرى الأيد الأمينة الإسراء والمعراج غيسوا من السماء القدس سراء القدس كلها أسماء الأمانة زي تجارة الأمانة وبقالة الأمانة وابحث يا جماعة أنا مش بكلم ابحث ودور شوف المخالفات بتجي منين هو حد بيتسطر بالأخلاق حد بيحاول يحط كده ساتر أخلاقي ويقول أنا رأيك كويس ليلة القدر يعني تستميلك مع يعني استخدام في غير موضع أم القرى مكة البكرمة يا سلام على الإيمان والورع والطقوة والتفلط من عصر الصحابة الأيد الأمينة سبحان الله الأيد الأمينة ما طلعتش أمينة الأيد الأمينة طلعت أيدي متحرش طبقاً للتحريات وطبقاً للقرارات النيابة الأيد الأمينة لم يكشف عن أماناتها وإنما كشف عن خساتها ونذالتها طبقاً للتحريات الموجودة دا كلام البيان بتاع وزارة التضامن الاجتماع النهاردة اللي بتقول إنه خلاصته كله عن نيابة وإحنا بمطهر الوزارة بشكل واضح